السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله ان احنا هنتكلم النهاردة عن السخان. طبعا السخان ده بتاع الغسلات للأوتوماتيك. طبعا احنا بنفك الاسلاك بتاعت السخان. ان شاء الله نهاردة نوري كم طريقة صحيحة. بتفك التلات اطراف بتاع السخان. تمام? في منهم طرف ارضي وطرفين مشترك. وفي عندك انت الايه الحساس بتفكه? بتفك حضرتك طبعا المصمار. المصمار بتاعه اللي في النص ده. تمام? بعد ما بتفك المصمار بتجيب اي حاجة تدق بيها. بحيس ان انت بتدخل المصمار ده سنة لجوه. علشان لما تيجي تشد السخان يطلع معاك بكل سهولة. تمام? هتشده يمين وشمال يمين وشمال هتلاقيه طريق معاك بكل سهولة يسر. تمام? طبعا ده سخان قديم. حضرتك اهوت احنا السخان دوت احنا هنفكه. وهنغير الحساس بتاعه. نشيله. تمام? زي ما انتو شايفين هم. عدنا احنا هنفك لكم الحساس اهو. كده الحساس اتفك. هنركب الحساس في السخان الجديد. طبعا ان شاء الله الفيديوهات القادمة ان شاء الله هنقول لكم وظيفة الحساس دوت ايه وبتقاس ازاي ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. وده السخان الجديد اللي هنركبه او هنقول لكم الطريقة بتاعت التركيب. طبعا فيه معلومة مهمة لازم تحط لازم تحط شوية آآ زابون سايل او فيري تمام? بحيس ان بيخش السخان معك بكل سهولة ويسر. زي ما انتو شايفين حضراتك حضراتكم مهمة بتفك بتدخله طبعا ببقى فيه جوه في الحل من جوه مجرى. لازم يركب عدل ما نفعش تقلبه الناحية التانية. احنا كده هو منركبه. بنضغط عليه كده بالروحة. وبتجيب حضرتك تاني. المفك بتاعك. وتربط السمولة بتاعته. كده السخان ركب معنا بكل سهول سهولة وكل يسر. بنركب حضرتك الاسلاك بس برضو بالنسبة للمبتدئين طبعا لو انت لسه مبتدئ. ومش عارف تركب خايف يعني مسلا السلوك بتاعتك تركبها غلط. افضل لكن انت ايه توصله ايه تتصوره بالموبايل علشان لما تيجي تركب تاني يبقى انت بتركب ايه الاسلاك صح.